التي اختصرت حوار الأديان ولخصت معاناة العراقيين بكل أديانهم وطوائفهم حتى جداف بين منازل الديانات من منزل السستاني إلى بيت إبراهيم من كنائس بغداد إلى كنائس الموصل المهدمة رحلة توبيخ الساس العراقيين انتهت بأكبر قداس في أربيل ولكنها بعثت رسائل رمزية وقاسية على من انتهك وسرق خيرات أرض الرافدين التي تتربع على عرش التأريخ في سماء أور أطلق رسائله الروحية ودعا للتعايش بين الأديان والتراحم فيما بينهم ما حدث في هذه الأيام الثلاث لم يكن عابرا بل أنه حدث قد يفتح أبواب العراق إلى العالم ويجذب الديانات إلى حج روحية وربط نسيج المحبة التي شوهها الإرهاب فالجميع حكومة وشعبا لازم عليهم جعل هذه الأرض مهبطا لكل الشعوب وأرض للتأخي والسلام زيارة وصفت بالناجحة والمثمرة فتنظيم جولات البابا لقت استحسانا محليا ودوليا عطفا عن امتزاج المشاعر وتوحيد الصليب والهلال تحت راية الوطن الواحد ما جاء به الأب فرنسيس إلى العراق عاد إلى الفاتيكان بأضعاف من حب وترحيب وسلام وهلاهل بغدادية فتحت شهيته على الابتسامة فبعد كل حمامات السلام البيضاء التي رفرفت في سماء أرض زارها البابا ودع العراقيين قائلا العراق سيبقى معي وفي قلبي وأنهى زيارته برسالة أمل تقول على قدر الألم الذي سمعته خلال هذه الأيام كان هناك أصوات فيها رجاء وعزة لا يمكن أن تموت ضحى عمبر الرشيد